حين أحث الشيعة على الاشتراك في الانتخابات طيلة الفترة الماضية وحتى في الفترة الخادمة سأحثهم على هذا الأمر أيضاً فيما سنف وفيما يأتي أيضاً سأحثهم على الاشتراك في الانتخابات وأعتقد أن الذين يعرفونني بشكل شخصي لا علاقة لي بالأجواء السياسية ولا يدخل جيبي شيء من هذه الانتخابات بل بالعكس الجهات السياسية الموجودة في العراق يتنفرون مني منذ أيام المعارضة وليس اليوم ولا زالت نفرتهم قائمة مني ويتهمونني شتى الاتعامات منذ أيام المعارضة وإلى هذه اللهم فحديثي عن هذه المسألة ليس في الاتجاه السياسي مع أنني أعتقد بأهمية الواقع السياسي ولكنني أنطلق في هذه القضية من هذه الجهة من جهة دينية حقائتي بشكل مختصر وموجز إن الدين عند الله الإسلام هذا هو ديننا الإسلام ما هو؟ الإسلام التسليم التسليم لمن؟ التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو ديننا إن الدين عند الله الإسلام هذا أولا ما الإسلام يا أمير المؤمنين؟ ما الإسلام يا إمامنا الصادق؟ روايتهم أحاديثهم الإسلام هو التسليم التسليم لمن؟ من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني فيما أسر فيما أعلن إذن ديننا الإسلام والإسلام هو التسليم والتسليم لمحمد وآل محمد التسليم لمحمد وآل محمد في هذه اللحظة كيف يتجلى؟ يتجلى بالتسليم لإمام زماننا بالنسبة لنا نحن الذين نعيش هذه اللحظة في هذا المقطع الزماني ما هو التسليم بالنسبة لنا؟ التسليم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كيف يتحقق التسليم لإمام زماننا؟ يتحقق التسليم لإمام زماننا بهذه الكلمة الموجزة كلمة إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر حين يقول أفضل العبادة أفضل العبادة انتظار الفرج بعد المعرفة التسليم لإمام زماننا يتحقق عبر معرفته وعبر انتظار فرجه وأنا هنا لا أريد أن أشرح كل شيء من هذه الكلمات سيطول الحديث معرفته تتجلى بشكل واضح في هذا النص الشريف الزيارة الجامعة الكبيرة علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم هذا هو القول البليغ الكامل هذا النخعي هكذا سأل الإمام علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم الإمام علمه الإمام الهادي علمه الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو نص محدود واضح معروف موجود الآن في كل البيوت عبر المفاتيح وموجود في أجهزة الآيفون موجود في جيوبكم وموجود في بيوتكم النص لا حاجة إلى مكتبات ولا إلى تفاصيل طويلة عريضة انتظار الفرج أول عنوان من عنوين انتظار الفرج الإمام بيّنه لنا في توقيع إسحاق بن يعقوب وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج وهو أمر واضح هذا أول عنوان من عنوين انتظار الفرج الإمام هنا يأمرنا بالإكثار وأكثر أمر واضح أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج حين يأمر الإمام من أننا نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج فهل يطلب دعاء كاملاً أو يطلب دعاء ناقصاً قد يكون دعاءنا ناقصاً لكن الإمام يطلب مننا دعاء كاملاً قد لا نستطيع أن نصل إلى الدعاء الكامل لكن الإمام حين يطلب ماذا يطلب يطلب دعاء ناقصاً أو يطلب دعاء كاملاً إنه يطلب دعاء كاملاً وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج الدعاء الكامل أيضاً منهم نسألهم ما هو الدعاء الكامل الدعاء الكامل الدعاء المقترن بالعمل فإن الدعاء من دون عمل كالقوش بلا وتر عن أي عمل نتحدث نتحدث عن العمل الذي يكون من سنخ الدعاء من نفس نوع الدعاء وإلا مثلا أن مريضا يدعو بالشفاء من مرض عضال هو لا يقوم بالعمل الذي هو من سنخ الدعاء العمل الذي هو من سنخ الدعاء أن يبحث عن الطبيب وأن يلتزم بتعليم الطبيب وأن يبحث عن الدواء هذا هو العمل لا أن مثلا أن يصوم الصيام عمل صالح لكن هذا الصيام لا علاقة له بهذا الدعاء الذي يدعو به فيقول يصوم ويقول أنا أقوم بعمل فلماذا لا يستجاب دعاء؟ هذا العمل لا علاقة له بهذا الدعاء لا بد أن يكون العمل من سنخ الدعاء الطالب الذي يريد أن يحصل الدرجات العالية في النتائج العلمية يدعو يدعو ويذهب ليصلي أو يدعو ويذهب ليدرس فالدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر فحينما يأمرنا الإمام المعصوم بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج هو يطالبنا أن نقوم بالعمل الذي يكون من سنخ هذا الدعاء بالعمل الذي يكون سببا في تعجيل فرجه وهذا هو المعنى الذي تتحدث عنه الأدعية هذا هو المعنى الذي تتحدث عنه الروايات هناك معنى واضح معنى واضح الروايات التي مدحت الموطئين روايات التي مدحت الممهدين العمل الذي يكون منسجما مع هذا الدعاء هو التمهيد للإمام التوطئة للإمام والتمهيد والتوطئة يختلف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الأشخاص وباختلاف الإمكانات وباختلاف القابليات والمواهب هناك تمهيد على المستوى الشخصي أن الإنسان يصلح من حاله فهذا تمهيد على المستوى الشخصي يصلح من حاله على مستوى الفقه والمعرفة يصلح من حاله على مستوى السلوك على الأقل أن يصحح خطأ من أخطائه مثلا أن يصلح من حاله هذا التمهيد على المستوى الشخصي وبحسب ما يتمكن الإنسان وهناك تمهيد على مستوى الأمة فالدعاء لن يكون دعاء حقيقيا من دون العمل المقارن لذلك الدعاء فحينما ندعو بتعجيل الفرج التزاما بأمر الإمام الذي أمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج لا بد من عمل يقارن هذا الدعاء إلا سيكون قوسا بلا وتر لا فائدة فيه فندعو بدعاء لا يترتب علي أثر أليس هذا هو في الحقيقة نحو من أنحاء الاستهزاء بالإمام المعصوم حينما يدعو الإنسان بدعاء لم يحقق فيه الشروط لم يحقق فيه أقل الشروط فهذا نحو من أنحاء الاستهزاء بالإمام المعصوم صحيح هذه النية غير حاصلة عند الشيعي لكن على أرض الواقع هو هذا الذي يحصل فلا بد من العمل الذي يقارن هذا الدعاء التمهيد وكل مجتمع بحسبه بحسب ظرفه وكل شخص بحسب إمكاناته هذا الواجب له مقدمة كيف نستطيع أن نمهد لإمام زماننا من دون الحرية؟ إذا لم تكن هناك حرية يستطيع الإنسان أن يفعل شيئاً لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئاً الحرية حتى لو كانت نسبية توفر للشيعة الإمكانية للعمل بهذا الاتجاه العملية السياسية في العراق منذ سنة 2003 وإلى الآن وفرت للشيعة هامشاً من الحرية واضح لا أعتقد أن أحداً ينكر ذلك المشاركة في الانتخابات تحافظ على هذه العملية السياسية والحفاظ على هذه العملية السياسية مع معرفتنا بالتفاصيل الموجودة لكن المحافظة على هذه العملية السياسية تشكل حائلاً يمنع وصول أعداء أهل البيت تشكل حائلاً يمنع وصول البعثين مرة أخرى وهم يمتلكون قوة هائلة بالمناسبة حتى على المستوى البشري والاجتماعي ويمكنهم أن يعودوا تشكل حائلاً أمام نشوق ديكتاتوريات حتى من داخل الواقع الشيع حينما يشترك الشيعة حتى لو أن المنتخبين فاسدون لكنهم سيشعرون بحرج بدرجة وأخرى من هذه الجموع التي انتخبتهم على الأقل يحافظون لهم على هامش الحرية هذا فالحفاظ على هامش الحرية هذا يكون مقدمة لأجل أن تقوم الشيعة بواجبها في التمهيد لإمام زمانها بدرجة وبأخرى ده أستطيع هنا أن أحدد ما هو التمهيد يختلف باختلاف الأشخاص يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ولكن المعنى واضح هو تهيئة الأرضية إما على المستوى النفسي على المستوى العقلي على المستوى الاجتماعي على المستوى الإعلامي على المستوى التعليمي على المستوى التربوي على كل المستويات التي يستطيع الإنسان فردا أو مجتمعا أن يتحرك من خلالها هذه هي الخلفية الفكرية لهذا الموضوع بالنسبة لي لا أشعر بتناقض هنا أبدا إذا كان الآخرون يشعرون بتناقض تلك قضية راجعة إلي الناس أحرار فيما تفكر وما أطرحه فإنني لا أفرض على أحد هذه قناعة التي أقتنع بها وقطعا هذه القناعة لم تنشأ من خلال هذه المعلومات الوجيزة التي لخصتها بهذه العبارات هذه القناعة معبأة بتجربة طويلة تجربة عملية في العمل الإسلامي طويلة جدا وبتجربة علمية طويلة جدا أيضا فهذه القناعة لم تكن قد نشأت من هذه المقدمات القصيرة أو اليسيرة التي أشرت إليها الآن وإنما هي خلاصة لتجربة عملية طويلة في الواقع الإسلامي ولتجربة علمية طويلة أيضا قد تكون هذه النتيجة بالنسبة للآخرين ليست صحيحة هو محرار فيما أعتقد وأنا حر فيما أعتقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر